في محليات الجزائر وفي إطار تصدر جائحة كورونا تشرع الجزائر ابتداء من يوم غد الأربعة في إنتاج أول لقاح ضد كوفيد-19 التجربة ستكون بشراكة صينية وستعزز سوق الأدوية الجزائرية بطاقة إنتاجية تقدر بثمانية ملايين جرعة شهريا مزيدا من التفاصيل في تقرير مريم والي بشراكة صينية تتجه الجزائر نحو إنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا خطوة من شأنها تعزيز سوق الأدوية بطاقة إنتاجية تزيد عن 320 ألف جرعة يوميا من مصنع صيدال بشرق الجزائر لقاح كورونافاك الذي سيشرع في إنتاجه بالجزائر اعتبارا من 29 سبتمبر يخضع لمعايير دولية ومعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية إنتاج الجزائري للقاح كورونا محليا يجنب الحاجج لاستيراده مستقبلا بل يضعها في خانة الدول المصدرة للقاح إلى الخارج